نتكلم بقى على جزئة مهمة بتتعلق بالشباب اللي شارك مع الاهلي في الفترة اللي فاتت يعني وفيه ناس بقى كتير بتطلع الفترة الحالية اللي احنا فيها دي دي دلوقتي ومسمع التحدي يمكن كانت نتكلم قال لك يا جماعة انتو حرقتوا الناشئين حرام عليكم اللي انتو عملتوا في الشباب ده انتو بتلعبوهم في وقت صعب جدا انتو خلتوهم انهم يبقوا تحت ضغوط كبيرة قوي ومش ده الاسلوب ومش ده الطريقة ولازم كانوا يشاركوا مع لعبة من اصحاب الخبرات ولازم 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 طبعا الفترة الحالية هي اكتر فترة اي حد عايز يمسك فيها حاجة على الاهلي من الناس اللي ما بتحبش الاهلي حيلاقي حيمسك هيقعد يدور ويمسك اي حاجة على النادي لله يقولك طلع اي سلبيات اي حاجة اجابات ما يلاقيش ما يتكلمش رغم انه ممكن الفترة دي بصراحة اجابات فيها تكاد تكون يعني قليلة للغاية لكن في نفس الوقت يا جماعة بس براحة كده وبهدوء النبي براحة وبهدوء اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار أنت دلوقتي حضرتك يا فندم يلي عمال تطلع تقطع في الشباب وتقطع في السياسة اللي خلت الشباب يلعبوا من خلالها والسياسة اللي قدت لإشراق عدد كبير من الشباب بشكل غير مدروس وكلام اللي حرارك بتقوله ده مع كامل احترامي لك يعني هو أنت ما شفتش أنه عندنا كل اللعبة الكبيرة تعبانة مجهدة ماتشاة كتير جداً ربعض ما شفتش أنه في البعض الآخر عنده إصابات كتير قوي ما شفتش أنه ده كان طريق إجباري لازم تاخده ما خدش بالك من الحاجات دي ولا حضرتك مش متابعة ولا هو انتقاد لمجرد النقط كل الناس ديها الحق أن يتنتقل بس لازم يكون في موضوعية شوية لازم تبقى عارف الظروف اللي قدت لكده تبقى عارف العوامل اللي قدت لكده كل المعطيات لازم تبقى قدامك قبل ما تتكلم مش لمجرد أن أنا أطلع هو أنا واخد هدف دلوقتي أنا ههاجم الأهل والفترة دي صعبة على الأهل وأنا بقى زيت معلش يعني في الكلمة كده وهاجم الأهل لا شغلها دي فكر فكر شوي إيه اللي قدى لإن الأهل يلعب بعناصر شابة في المرحلة دي إيه اللي قدى يلا نعيد نعيد لعيبة مجادة لعيبة خدت كم كبير جدا من المباريات المتتالية على مدار مواسم متلحمة تصل لثلاث مواسم ممكن أكتر فكان ناتج طبيعي أن هما يقعوا منك فلما هيقعوا منك حضرتك نعمل إيه لما اللعبة كلها الكبيرة دي طوع منك سواء الناس بقى تعبانة أو ناس تصابت أو كل الكلام مندي نعمل إيه ينسح بالأهل من الدوري ما يكملش الأهل بطولة ما يلعبش بقية المتشط ولا يحاول يطلع بأكبر كم ممكن من المكاسب في مرحلة صعبة زي دي بإشراك عدد من الناشئين اللي عندك الشباب المميزة في القطاع يشاركوا ونقيم ونشوف ويجي بقى قبل كده يقول لك اشمعنا الأهل إيه اللي ما بيلاعبش عناصر شبه الأهل ما بيطلعش ناس من ناشئين يا جماعة ترسلنا على حل بقى ما يقيمين يا شمال يعي اختروا حاجة انتقدوها لو الأهل ما كانش يطلع الشباب يقول لك إيه إيه حق ده نادي الزمالك منطلع ما شاء الله لعيبك كويسة جدا من الشباب وفين الأهل من الموضوع ده يطلع الأهل الشباب يعني رغما عنه وثقة فيهم بالمناسبة تمام وطبقا للظروف وللوضايا الحالية يقول لك انتو إزاي تلعبوا الشباب انتو حطتهم في وقت ما ينفعش يلعبوا فيه انتو إزاي بتفكروا كده انتو حرقتهم انتو مش معقول أكسم بالله بجد مش معقول الموضوع بقى مبالغ فيه اللي هو النقد المجرد يلا هب يلا بينا ننتقد يلا يا جماعة هجهز نفسك هننتقد الأهل مش كده الموضوع بجد صعب قوي لازم يبقى فيه منطقية قبل النقد ويبقى فيه إلمام بكل الأمور صح يبقى فيه إلمام بكل الأمور والعوامل والمعطيات اللي قدت للنتيجة دي أو قدت ان الشباب يلعبوا كل التحية ليهم لشباب النادي الأهل البعض بيقيم ان فيه ناس كويسة ناس لسه محتاجة فترة وناس مش عافية بس كل التحية ليهم أن دول مجموعة تحطت في مرحلة صعبة مليئة بالضغوط مليئة بالتحديات على مستوى الفني بالنسبة لهم هم فلازم نحييهم ونسندهم حتى لو البعض شايف أنه ممكن في منهم محتاجين فترة كبيرة لا ده دول دول ناس شباب صغير رجم من الشباب ومفروض يكون بالنسبة لي أنا أو النشئين من ده 16 17 18 سنة دول معدين إلى 20 سنة 20 21 بس في نفس الوقت يشكروا على المرحلة دي ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق سواء بعضهم استمر لم يستمر اللي خرج عارة اللجاء أي أن كان يعني إيه اللي حيحصل خلال الفترة اللجاء